موسيقى الهومجود جايالايت هي طائرة تدريب نفاث متوسطة الحجم بمقعدين صنعت في الصين كجهد مشترك من قبل الحكومتين الصينية والباكستانية استخدمتها العديد من القوات الأخرى حول العالم وصنعت من قبل شركة النانجينج ايكرافت مانيفاكترين كوبوريشن وتم انتاج نسخ للتصدير عرفت باسم كي ايت كراكوم وقامت الطائرة بأول رحلة لها في عام 1990 ودخلت الخدمة رسميا عام 1994 وحتى اليوم صنع منها ما يزيد عن 500 طائرة ففي عام 1986 تم اقتراح طائرة الجايالايت لتكون طائرة جود مشترك ما بين الحكومتين الباكستانية وجمهورية الصين الشعبية وتم تغيير الاسم بناء على اقتراح من الرئيس الباكستاني انذاك الى كاراكوروم ايت لتعكس التوافق بين البلدين وبدأ العمل على التصميم في عام 1987 وترأس فريق المصممين مهندس صيني ومهندس باكستاني في البداية كان من المقرر ان تحتوي الطائرة على العديد من الاجزاء المصنعة في الولايات المتحدة بما في ذلك المحرك من نوع جارت تي افي سابن ثري وون والعديد من الشاشات المتواجدة في قمرة القيادة ولكن نظرا للتطورات السياسية والحظر الذي فرضت الولايات المتحدة في نهاية الثمانينيات نتيجة لقم مظاهرة السلمية حدثت في بكين في ذلك الوقت في تيانيمين سكوير لم يتم التعاون مع الولايات المتحدة فأول نموذج تم بناء من هذه الطائرة كان في عام 1989 وتم تجربة هذا النموذج في عام 1990 وبعد صناعة أربعة نماذج أولية للاختبار تم الصناعة أربعة وعشرين طائرة كان نصيب الصين منها ثمانية عشر طائرة بينما تلقى سلاح الجو الباكستاني ستة طائرات في عام 1994 وبعد عام قررت القوات الجو الباكستانية طلب خمسة وسبعين طائرة من الكي ايد لاستبدال الأسطول طائرات التدريب التي ثاتي سيفن ساسنا الأمريكية وفي عام 2010 قدر عدد الطائرات الموجودة في مخازن القوات الجو الباكستانية بأربعين طائرة من الكي ايد ومن المرجح أن تستمر القوات الجوية الصينية بإضافة طائرات الكي ايد أو جي الايد إلى أسطولها من الطائرات التدريبية لاستبدال طائرات أقدم كالطائرة الصينية الجينجدو جي فايف وفي عام 2008 قدر عدد طائرات الجي الايد الموجودة في مخازن القوات الجوية الصينية ب120 طائرة وهنا أبدأ دولا أخرى اهتمامها بامتلاك هذه الطائرة التدريبية فحاليا تخدم هذه الطائرة في القوات الجوية المصرية والسريلانكية وفي زنباوية وعلى الرغم من أنها تعمل كطائرة تدريب أساسية إلا أنه يمكن استخدامها أيضا في الدعم الجوي القريب أو حتى كطائرة مقاتلة إذا ما تم تسليحها بشكل مناسب وسوقت الصين أيضا هذه الطائرة لقوات جوية في دول متعددة قريبة منها كالفلبين واندونيسيا كبديل لطائرات البي اي هوك البريطانية وفي عام 2009 اشترت الحكومة البوليفية ستة طائرات من الكاي ايت بي لاستخدامها في عمليات مكافحة المخدرات تتمتع هذه الطائرة بإمكانيات المتعددة المستخدمة للتدريب كما يمكن استخدامها للدفاع الجوي وبحسب مسؤولين فالطائرة رخيصة الثمن ورخيصة الاستخدام وذات متطلبات صيانة مخافضة مقارنة بالطائرات الغربية صم ما هيكل الطائرة بتصميم أحادي السطح وجناحين مخافضين مصنوعين من سباك الألمنيوم وصم ما هيكل لإتمام خدمة صل لثمانية آلاف ساعة طيران أما معدات الهبوط فتتشكل من تركيب ثلاثيا أو ما يعرف بترايسيكل كونفيجريشن وفرامل هيدروليكية وصممت القمرى في طائرة الكاي ايت أو الجاي اي لايت لتكون أقرب ما يكون للطائرات المقاتلة مع قبة من البلاستيك الشفاف التي توفر رؤية جيدة بالكامل من كل الجوانب تم تشغيل هذه الطائرة في السابق بواسطة محرك نفاذ توربيني أوكراني صنع من نوع الإيفيجينكو بروغرس AI-25TLK تيربوفان جيت ولكن هذا المحرك تم استبداله بمحرك الWS11 وهو النسخة الصينية من المحرك الأوكراني أما النسخة المخصصة للتصدير من هذه الطائرة فقد استخدمت محرك الهنوع TFE-7312A2A الأمريكي ولكن بشرط موافقة الحكومة الأمريكية على بيع المحرك للعملاء صنع من هذه الطائرة العديدة من النسخة كما تم تصديرها لدول عديدة تستخدم حاليا من قبل القوات الجوية البوليفية وبنغلاديش والسودان وبنزولا وسريلانكا ومصر والباكستان عدد أفراد طاقة ملكيات شخصين طول الطائرة 11 مترا و60 سنتيمترا أما عرض لجنة حفو 9 تمتار و63 سنتيمترا وارتفاع الطائرة 4 تمتار و10 سنتيمترات الوزن فارغ طنين و687 كيلوراما أما الوزن الأقصى عند الإقلاع فهو 4 طنين و330 كيلوراما سرعة الطائرة المعذارية 800 كيلومتر في الساعة والسرعة القصوى 0.75 ماخ أي ما يعادل 926 كيلومترا في الساعة والمدى الذي تصل له هذه الطائرة 2250 كيلومترا أما الاتفاع العملياتي فهو 13 كيلومترا والطائرة مسلحة بمدفع أساسي بعيار 23 مليمترا وفيها خمسة نقاط تعليق بإمكاني حمل ما يصل لطن من الحمولة وتستطيع الطائرة حمل حوالي 250 كيلوراما من القنابل الغير موجهة في نقاط التعليق الخارجية ترجمة نانسي قنقر